كنائس اللاذقية صلوات وتضرعات احتفالا بميلاد رسول المحبة ترانيم وصوت أجراص تطفي أجواء من الخشوع والسكينة نحن بهاليوم نستغلونا نصلي ونرفع الدعاء مشاربنا يحفظ العالم أجمع بالسلام والوئام وخاصة في بلدنا سوريا ترجع الصورة الجميلة لأن شعبنا نحن شعب سلام وشعب حضاري وشعب مدني وشعب أحب دوما للمجد هو عيد روحي العادات والتقاليد الاجتماعية جميلة جدا ولكن أهم شيء القلب أن يكون هو المغارة الحقيقية النقية الطاهرة ليولد فيها طفل يسوع في عقلنا وضمائرنا وفي قلوبنا ونتمنى ونصلي على نية سوريا البلد الغالي على قلوب الجميع لكي يعود كما كان سابقا نقول للعالم كله ولد المسيح حيلوية ميلاد السلام نتمنى لنا السلام لبلدنا الغالي السورية نتمنى للرئاسات الموجودين لرئيسنا الدكتور بشار لحتى يقدر يكون بحكمته يقود هالبلد يسوسه بحكمته يعطي الرجال للعالم أسأل الله أن يعيد الأفراح كما كانت وأفضل على بلدنا الحبيب بعد هذا الصبر الجميل والحمد لله رب العالمين وكل عام وأنتم بخير وعيد ميلاد مجيد إضاءة شمعة أمل في قلوب ترنو إلى المحبة والسلام ربنا يحمينا وهيكو يقوي هالبلد لحتى تكون أقوى وترجع مثل قبل يا رب نحن متأمل دائما يسوع يحل بمحبته ربنا يحل بمحبته على كل البلد بتمنى بيوم ميلاد سيدنا يسوع المسيح أنه يعم السلام على ربوع سوريا طبعا وبتمنى بعام 2023 أنه يكون عام فيه ولادة جديدة إن شاء الله كل عام وجميع أهالي سوريا بألف خير وسيد الوطن بألف خير وإن شاء الله سنت الجاي بتكون خير على الجميع يا رب كل عام أنتوا بخير إن شاء الله بنعاد عليكم إن شاء الله بيكون ميلاد مجيد على الجميع حامل الخير والفرح للجميع وتظل سوريا بخير وإياما عامرة يا رب بالخير وترجع قوية مثل معاهدناها إن شاء الله بنعاد على الجميع كلها بخير يا رب وعلى سوريا وعلى كل العالم إن شاء الله يا رب هالسنة بتكون سنت خير وميلاد سيد المسيح يكون ميلاد كمان خير وفرح على بلدنا يا رب تعالتوا بخير إن شاء الله سوريا بخير المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة ولادة جديدة وقلوب تغفق محبة في نشر رسالة السلام الأبدية لسوريا القوية بأبنائها ميلاد مجيد وكل عام وسوريا بخير ترجمة نانسي قنقر